يشتغلوا في أعمال مرهقة وسخنية ونار ينطبخ عليهم ما لم يطيقوا فيديا تدعم سكين زي ايه الأعمال؟ زي ايه؟ يعني مثلاً لو بيشتغل في مطبخ بيعمل أكل ففيل حوالي منه النار في كل ناحية سخنية جمدة جداً ألف الحالة دي ينطبخ عليه أنه ممكن فديا تدعم سكين هجاوبك يا أستاذ معتز حاجة تانية؟ تسلم ربنا خليك الشيء تفضل يا أستاذ معتز الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر هذا بالنسبة للصيام في رمضان المريض يقضي يوم تاني يعني يصوم بعد رمضان يوم آخر طيب المسافر يفطر ويقضي يوم آخر بعد رمضان ثم يقول جل وعلا وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ يعني ايه يُطِيقُونَهُ؟ يعني يؤدونه في مشقة يؤدونه في تعب يؤدونه في جهد جهيد واحد يعمل في الخرصانة وهذا عمله الذي يتقوت منه وهذا عمله الذي ينفق على أولاده منه ويعمل يومياً في هذا الحر الشديد في بعض البلاد الحرارة تصل إلى خمسين في دول الخليق عندنا في مصر حاجة وتلاتين أو أربعين في أيام الصيف طب هل يصوم إزاي؟ الله قال وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يعني يؤدونه في مشقة فدية طعام مسكين يطعم عن كل يوم مسكين والله تعالى أعلى وأعلم قص عليها بقى كل الأعمال الشقة اللي بيعمل في مطبق تحت يعني النار بجواره أو اللي بيعمل في مثلاً في مخبز أو اللي بيعمل في عمل شاق ولا يستطيع أن يقاوم الصيام وليس له مدخل دخل أو رزق سوى هذا العمل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين والله تعالى أعلى وأعلم